الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأذكر إخواني بإخراج زكاة الفطر وزكاة الفطر متعلقة بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ويجوز للإنسان أن يخرج زكاة الفطر قبل ذلكم الوقت باليوم واليومين فإذا غربت شمس اليوم السابع والعشرين من رمضان جاز إخراج زكاة الفطر وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخرجون زكاة الفطر من الطعام الموجود عندهم من الشعير والتمر والأقط والقمح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بأن يؤتها للمساكين وجعلها طهرة للصائم وطعمة للمساكين يستغنون بها في يوم العيد عن سؤال الناس ولذا فالوصية أن تحتسبوا في إخراج زكاة الفطر